قدم وزير الداخلية أريا درعي طلباً للمستشارة القضائية للحكومة قالي بهاراف ميارا للحصول على صلاحية لسحب مواطنة كل من كريم وماهر يونس الذين أدينا بقتل الجندي أبرهام برومبير وتم الحكم عليهم بسجن مدى الحياة وبعد ذلك تم تحديد مدة السجن 40 عاماً وأوضح الوزير درعي للمستشارة القضائية أن طلبه مستعجل لأن الأسيرين سيغادران السجن قريباً جداً للحديث عن طلب سحب المواطنة من كريم وماهر يونس وعن تبعات إجراءك هذا ينضم إلينا في مثل حي ومباشرة من حيفا المحامي عادي منصور وهو محام في قسم الحقوق السياسية والمدنية في مركز عدالة أهلاً ومرحباً بك يا هلا في البداية المحامي عادي منصور هل لك أن تشرح لنا ماذا يعني سحب المواطنة من ناحية قانونية؟ نعم أولاً عندما نتحدث عن سحب المواطنة بالنسبة للأسير كريم وماهر يونس لم تتخذ حتى هذه اللحظة خطوات عينية لسحب مواطنتهم أو لسحب أو المس بمكانتهم القانونية بالنسبة لموضوع سحب المواطنة نحن نحكي على إجراء استثنائي اللي بصراحة ما منشوفه ولا بأيات محل ولا بأيات دولة تانية نحن نحكي على إجراء اللي بعرف المواطنة وفقاً لتعاريف أديمي وغير حديثي اللي عملياً بتحط صلب موضوع المواطني على الولاء للدولة والولاء لمفاهيمها لما تراها الدولة لما هي الواجبات أو لما هو الإطار القانوني والاجتماعي الجامع بحسب عملياً القانون الدخول لإسرائيل والذي يسمح سحب الإقامة يمكن لوزير الداخلية أن يسحب الإقامة إما الإقامة الدائمة مثل ما هو الحال في القدس المحتلة أو المواطنة ونقلها إلى مكانة دونية مشابهة للمكانة بالقدس هذا الإجراء هو إجراء استثنائي وحتى اليوم هناك فقط حالات محدودة التي تم استخدام هذا الإجراء لسحب المواطنة كان هناك محاولة لسحب مواطنة الأسير علاء زيود وبناء على ذلك قدمنا التماس في عدالة مع جمعية حقوق المواطن ضد قرار سحب مواطنته والمحكمة رفضت قرار سحب المواطنة ولكنها في ذات الوقت أقرت أن إجراء سحب المواطنة هو إجراء دستوري وهو إجراء قانوني ويمكن اتخاذه هذا بالرغم من أنه معارض جوهرياً للقانون الدولي وبحالات عينية وبسبب ضبابية القانون قد يؤدي إلى أن بعض الأشخاص قد يبكون دون مكانة قانونية وهذا أمر خطير جداً على مستوى الحقوق الاجتماعية والسياسية وهذا على مستوى المواطنة على مستوى الإقامة أو الإقامة الدائمة والمكانة التي قد تتطرق إلى القدس المحتلة فهناك الإجراء هو أكثر مستعمل بكثير يعني مؤخراً إحنا شفناه بقضية المحامي صلاحة موري وشهدناه بقضايا مختلفة وعديدة وليس فقط بالمناسبة عن طريق هذا الإجراء يعني بالقدس بشكل سنوي يتم سحب الإقامة بناء على إثبات ما يسمى بمركز الحياة أنت تتحدث عن سوابك لسحب مواطنة هل يتم هذا الإجراء مع سجناء على خلفية أمنية أم أن الأمر ممكن أن يكون على خلفية جنائية هذا الإجراء هو بشكل حصري ضد الفلسطينيين إن كان مواطنين فلسطينيين أو فلسطينيين في الكدس المحتلة أو قد يكون نظريا أيضا ضد سوريين من الجلال السوري المحتل لا يتم استخدام هذا الإجراء ولا بأيات حالة ضد إسرائيليين ضد يهود إسرائيليين الحديث هو عن ما يسمى بالأمن أو بالجرائم الأمنية وليس الجنائية لأن صلب الموضوع هو الولاء وتدعي السلطات الإسرائيلية والحكومة الإسرائيلية ليس فقط الحكومة الحالية ولكن العديد من الحكومات على مر السنوات الأخيرة أن هذه الجرائم والذي يسمونها بالإرهابية أو بالأمنية هي عمليا تنافي الولاء للدولة والولاء للإطار السياسي الجامع في دولة إسرائيل ولذلك يسمحون لنفسهم أن يسحبوا المواطنة وبحالات أخرى كما تدركتوا لحالة صلاح حموري من القدس فتم نفيه خارج البلاد بناء على ادعاء الولاء هذا بالرغم من كون المواطنين الفلسطينيين هم سكان أصلانيين للبلاد وفقا للقانون الدولي وفقا للأعراف الدولية لا يمكن المس بما كانتهم القانونية والسياسية نعم دعنا نحدد بالضبط من هو المخول ومن يملك الصلاحية لسحب مواطنة شخص ما في إسرائيل وفقا للقانون الإسرائيلي لوزير الداخلية الصلاحية لسحب المواطنة أو لسحب الإقامة للمواطنين أو للمكمين الدائمين في مناطق القدس المحتلة هل التوجه لمحكمة العدل العليا يجري في مثل هذه الحالات؟ مثل ما تطرقته لحالة علاء زيود وهو أسير أمني قمنا بالالتماس باسمه بسبب طلب سحب مواطنته بالقرار بهذا المحكمة رفضت المحكمة العليا طلب سحب المواطنة ولكن في ذات الوقت أقرت دستورية القانون والبند الذي يتيح سحب المواطنة بناء على الولاء أي أنه اليوم الوضع القانوني اليوم هو أنه سحب الولاء هو دستوري هو قانوني هو يمكن اتخاذه عن طريق وزير الداخلية ولكن بذات الوقت وفقا لكرارات المحكمة العليا هذا إجراء استثنائي لا يجب اتخاذه بكل الحالات أو بأيات حالة التي يراها وزير الداخلية مناسبة ولذلك فهي تبقى دائما وفقا للرقابة القانونية تحدثت عن حالات أخرى ولكن كيف يمكن أن يتدبر شخص أموره اليومية والحياتية بعد أن تسحب منه المواطنة هذه هي بالضبط الأزمة بالموضوع نحن نتحدث على أشخاص وخاصة نحن نحكي على أسرة اللي بخرجوا بعد 40 سنة من السجون الإسرائيلية بعودوا على الحياة الطبيعية خلصوا محكميتهم بحسب ما قررته المحاكمة الإسرائيلية وبالرغم من هيك عم بتحاول الحكومة الإسرائيلية وعم بحاول الوزير الداخلية أنه يفرض عقوبة جديدة وهي مش هقل من انتقام فعلا أنك أنت بتمنع هذا الشخص اللي أنهى محكميته وراجع لعائلته أنه يدير حياته بشكل طبيعي لأنه لما أنت بتسحب المكان القانوني والمكان القانوني اللي منها بنبع الحقوق الاجتماعية والسياسية فأنت بتمنع إدارة حياة سليمة وطبيعية وهذا قد يؤدي لتغيرات عديدة بالمسار الحياة وخاصة لما إحنا بنحكي على السحب المواطني وأعطاء الإقامة لما إنت بتعطي إقامة إقامة دائمة منعود إحنا لحالة القدس يجب إثبات مركز حياة يجب إثبات أنه وجود معاش ثابت أنه في فطورة الكهرباء بتوصل على البيت فطورة الماء أنه في أجار في بيت بالملكية وغيره من الأمور اللي عمليا بتعركل الحياة اليومية بنهاية المطاف اللي إحنا بنحب نأكده ومنستمر بتأكيده بهذا الموضوع لا يمكن سحب مكانة شخص وأبقاءها دون أي مكانة قانونية هذا منافي للمبادئ الإنسانية الأساسية وأيضا حسب القانون الدولي وكل ما نبع بعد الحرب العالمية الثانية ومفاهيم المكان القانوني والمواطنة لا يمكن إبقاء شخص دون مكانة قانونية لا يمكن إبقاء شخص دون مرجعية قانونية وسياسية وبالهاية المطاف هذا الإجراء العقابي الذي ينظر إلى الفلسطيني بشكل عداء مستمر على أنه العدو المستمر الذي حتى بعد أن خرج من السجن فهو يبقى عدو ويجب معاقبته مجددا مرة أخرى فهذا بحد ذاته هو إجراء غير عادل وغير منصف وينتهك حقوق المواطن بلبه وبجوغره المحامي عادي منصور أريد أن أسألك بالعموكما المحامي يتعامل مع ملفات همه ما رأيك بخشية أصحاب قاعات من تنظيم احتفال استقبال لسجيل محرر في قاعتهم خشة من الملاحقة بعد ذلك كما قالها نديم يونس شقيق الأسير كريم يونس قبل قليل هنا على شاشة قناة ألا أولا السلطات الإسرائيلية تستخدم طرق مختلفة ومتعددة لترهيب الفلسطينيين ولفرض السيطرة على الفلسطينيين بمختلف مناحي الحياة وهذا شيء نراه بكل التعامل والتعاطي مع الأسرة المحررين ومع الاستقبال والإفراج عن الأسرة الذين أنهوا محكميتهم بطبيعة الحال ليست هناك بالجوهر أي مخالفة قانونية لاستقبال أسير الذي أنهى محكميته لا توجد هناك إشكالية من هذه الناحية لإتاحة المجال لاستقبال أو لإتاحة مساحة معينة كما كانت أو كما تكن ولكن للأسف الشديد تبقى السلطات الإسرائيلية بنفس المنهجية لتهديد وعمليا تخويف الناس من استقبال أسير أو من أن يصبح أسير الذي يدخل أو يعود إلى بلده أن تكون الحالة هناك حالة طبعية فيحاول عمليا تحاول السلطات الإسرائيلية أن تفرد وضع غير طبيعي داخل البلدة وضع من الخوف وضع من الترهيب لاستقبال شخص قضى أربعين عام بسجون الإسرائيلية مش عم نحكي على فترة بسيطة عم نحكي على فترة كتير طويلة داخل السجون الإسرائيلية أنهى محكميته يعود إلى بلده ويحاول السلطات عمليا فرد مساحة غير طبيعية عمليا لتخويف الناس أيضا من المشاركة وأيضا من الاستقبال شكرا لك المحامي عدي منصور محامي في قسم الحقوق السياسية والمدنية في مركز عدالة تحدثت إلينا مباشرة من حيفا شكرا لك شكرا